كلمة عبدالله طمين حول القبائل الجزائرية الـ 1145 قبيلة وأصولها الأمازيغية والعربية والأندلوسية والتركية والإفريقية والرومانية والأوروبية حسب تقرير صادر عن وزارة الحرب الفرنسية يوم 23 جنوبي 1851 بلغ عدد القبائل الجزائرية أنذاك 1145 قبيلة بمجموعة 3 ملايين نسمة قريبا موزعة على 3 مناطق هي ناحية الشرق ممتلة في قسنطينا والولايات المحيطة بها بـ 580 قبيلة وبحوالي 1.3 مليون نسمة تليها ناحية الجزائر والولايات المجاورة لها وولايات الجنوب بـ 290 قبيلة وأكثر من 600 ألف نسمة ثم تأتي ناحية وهران والولايات المحيطة بها بـ 275 قبيلة وأكثر من 900 ألف نسمة إذا أخذنا بهذه المعطيات وبعدد السكان اليوم فإن هذه القبائل تكون قد تحولت إلى 18 مليون نسمة على مستوى ولايات الشرق القديم و13 مليون نسمة على مستوى ناحية الغرب قديما والـ 9 ملايين على مستوى ناحية الوسط وبعض ولايات الجنوب وتشترك هذه القبائل في الإسلام والعربية والأمازيغية والجزائر ولكنها تختلف في النسب فهناك قبائل أمازيغية تنتشر في عدة مناطق من الوطن وهم يشكلون السكان الأصليين للجزائر ومن أشهر قبائلهم قبيلة كتامة بأهم فروعها بني توفوت بني والبان بني تليلان سويد سدويكش بني وجانا من لوزا من الصالة بني كملان فليسا من سلتا وجميلة المنتشرة في سكيك دا جيجل باتنا قسنطينا ميلة سطيف بجاية زيوز ومسيلة ثم نجد قبيلة دريصة التي تفرعت منها قبائل زواوة نضرومة مطغرعة زواغة مكناسة مطماطع مديونة لمماية مغيلة وهي منتشرة في تيزي وزو البويرة بشار غيليزان تيارة الشلفت لمسان وعين الدفلة وبعدها قبيلة صنهاجة بفروعها بني تلكاتة مزغنة مليكش بني جعد بني مناد والنوغة بطيوة حجوت بني خليل عرش السبت بني عمران بني متنان بني إفاون وتنتشر في بجاية البويرة عنابة سهل متيجة عين الدفلة المسيلة والبليدة ثم قبيلة زناتة بأعراشها مغراوة بني واسين بني مزاب يفرن غمر دمر واجديجن بني توجين بني زردال بني زنداك سنجاس ريغة ولد منايل وهي منتشرة في أغلب المناطق تليها قبيلة البواتة بفروعها صدراتة مزاتة بني سعادة بني ريحان بني صواب وبني باديس الموزع بين الأوراس باتنا بجاية أم لبواجي وصوغاراس أما قبيلة هوارة الممثلة في بني كهلان بني ونيفن أرمامنا هقارة ولد سليم سارية ولد زيتون وامليلة الموجودة في خنشلة باتنا أم لبواجي مع أسكر غيريزان تيارة وتمنراست كما نجدت قبيلة عجيسة المنتشرة في بجاية سطيف لمسيلة وباتنا وقبيلة نفزاوة التي تنتمي إليها قبيلة والهاصة الموجودة في عنابة وهرانت لمسانت بسا سوغهراس ووادسوف وبعدها قبيلة كومية وقبيلة إزداجة المنتشرة في الجزائر كما توجد في الجزائر اليوم قبائل منحذرة من وصول عربية كالقبائل الهلالية والسليمية والتميمية والهوزنية والقريشية والمعقالية والغسانية والكندية كذلك توجد قبائل أندلسية مختلطة من أصول موليسكية وأمازيغية وعربية وإسبانية يتمركز أغلبها اليوم في المدن الساحلية الجزائرية تضاف إلى هذه القبائل الجزائرية قبائل من أصول تركية كالكراغل الذين جاءوا في الفطرة العثمانية وهم منتشرون اليوم في مدن المدية الجزائر تلمسان قسنطينة والبوليدا كذلك توجد قبائل من أصول إفريقية كالزنوج وهم من مختلف القبائل الإفريقية وهم ينتشرون بكثرة في الجنوب والصحراء ومن أشهر مدنهم توبورت الجامعة المغير أذرار بشار عين صالح تمنراست وتميمون حتى القبائل من أصول رومانية موجودة اليوم بدورها في الجزائر كفئة قليلة أسلمت وقت الفتوحات وتتكلم العربية والأمازيغية وهي تعيش حاليا في جبال الشرق والوسط وبعض المدن الأخرى شأنهم شأن بعض القبائل الأخرى ذات أصول أوروبية تعايشوا مع الأطراك وقت الجهار البحري إبان الدولة العثمانية ثم أسلموا واندمجوا مع المجتمع وانصهروا في بعض المدن الجزائرية خاصة الساحلية منها ترجمة نانسي قنقر